اشتركوا في القناة الله ورعاهم وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني وأكد رئيس مجلسي شورى والنواب أن ميثاق العمل الوطني انطلق برؤية ملكية راسخة من لدن جلالة الملك المفدر عه الله نحو مرحلة جديدة من حضارة وتاريخ البحرين الإنساني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وهي الرؤية التي التقت مع تطلعات وطموحات الشعب جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس شورى والنواب وذلك احتفاء بذكرى ميثاق العمل الوطني من جانبها أكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني بجانب العديد من الإنجازات والمكتسبات التي حققها في مختلف المجالات عزز من مكانة المرأة البحرينية ويعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وأكدت معاليها حرص السلطة التشرعية على العمل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين وبالتعاون مع السلطة التنفيذية من جانبه جدد معالي رئيس مجلس الشورى الولاء للقيادة والحب والانتماء للوطن الغالي مؤكدا أن شعب البحرين أثبت من خلال تصويته على ميثاق العمل الوطني مقدار الوفاء والحب الذي يكنه لهذا الوطن ورغبته الصادقة في المضي نحو طريق الإنجاز والإصلاح وفي كلمة ألقاها خلال الحفل أشار معاليه إلى أن الميثاق أثمر سلسلة من المكتسبات والإنجازات وجاءت نتاجا لوحدة هذا الشعب وتلاحمه والتفافه حول قيادته من أجل المزيد من التحديث والإصلاح والتطوير